اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كلما استطاع ان يتصدى لاي هجوم من اي فيروسات او بكتيريا تدخل جسم الانسان ده مهم اوي كمان الصهر وقلنا الصهر برضو الحية من العوامل الخطيرة اللي بتؤثر تأثير سلبي ومباشر على الجهاز المناعي للانسان ربنا يحفظنا جميعا مرة تانية لازم نهتم بالاجراءات الاحترازية طبعا سواء انت حضرتك اخدت الطعم او ما اخدتوش حتى الناس اللي خدت الطعمة برضو تاخد بالها لازم تهتم بالاجراءات الاحترازية لانه التحصين ليس معناه ان حضرتك بقيت امن من الاصابة لكن الهدف منه تقليل الاعراض او بحسن الاعراض في حالة الاصابة لقدر لا ما تبقاش شديدة لكن تبقى خفيفة او متوسطة اذا الوسيلة الوحيدة اللي وقام من هذا الفيروس وامرات كثيرة جدا هو اتباع الاجراءات الاحترازية موضوع حلقتنا النهاردة زي ما انا قلت من الموضوعات المهمة وهي تقريبا مستقبل الزراعة في كل دول العالم ويمكن في المستقبل القريب مش هيكون في تصدير لاي محاصيل زراعية الا اذا كانت فعلا تنتج بصورة عضوية وده الحياة العالم كله ماشي فيه علشان الحفاظ على صحة الانسان بصفة عامة هنتكلم بالتفصيل عن الزراعة العضوية ايه هي عبارة عن ايه ايه هو المنتج او صفات المنتج العضوي دوت برضو عبارة عن ايه وبعدين هنتكلم عن اللايحة التنفيذية اللي هي صدرت مؤخرا لتنفيذ قانون الزراعة العضوية وطبعا ننتظر تليفونات حضراتكم او اي استفسار خاص بهذا الموضوع لذلك يسعدني ان ارحب بضيفي وضيفكم فيه هذه الحلقة بالزميل العزيز الدكتور محمد فاروق استاذ مساعد المكافحة الحيوية لامراض النبات ورئيس قسم المتابعة للزراعة العضوية برحب حياك انا سعيد نحاك معي انا لا سعد بديك الصحة بنا عفو زراعة الزراعة العضوية طبعا احنا اعتقد من الموضوعات المهمة لان احنا او كل دول العالم بتهتم بالغذاء الصحي الامن للانسان بصفة عامة طبعا احنا عاوزين نتكلم نعرف الاول لزراعة العضوية دي عبارة عن ايه وازاي هيتم تطبيق اللايحة التنفيذية اللي هي صدرت مؤخرا اللي بتوضح القانون الخاص بالزراعة العضوية تفضل الزراعة العضوية هي عبارة عن نظام وانا بقول لي نظام هؤلاء في الاخر خالص هي نظام بيئي اجتماعي اقتصادي نحن نتكلم بيئي اجتماعي اقتصادي بيهدف الى انتاج غذاء صحي امن بجودة عالية وكمية وفيرة مع اللونج طايم على المدى الطويل بس انا عاوز اوضح التلات كلمات بيئي اجتماعي اقتصادي دي كل واحدة منهم تعني هؤلاء قلنا نظام بيئي اجتماعي اقتصادي ماشي يهدف الانتاج غذاء صحي امن بجودة عالية وكمية وفيرة مع اتباع دورة زراعية متوازنة مع عدم استخدام الاسمدة الكيميائية او مبادئات الكيميائية المخلقة او سريعة الزباب نعرف بقى يعني ايه نظام نظام ان الزراعة العضوية عبارة عن ايه عبارة عن تطبيق ودورة مستندية من غير لو تطبيق من غير دورة مستندية ما تعتبرش زراعة عضوية عشان كده بقول عليها النظام يعني ايه بيئي بتهتم بالبيئة تمنع تلوث البيئة ما فيش اي مخلفات خارجة من المزرعة العضوية بحصل لها حرق او بحصل لها تلوث للبيئة كله بيعاد استخدامه وتدويره اه فهي صديقة للبيئة الحاجة التانية انا بقول نظام بيئي اجتماعي اجتماعي بيهتف من مستوى الفرد داخل المجتمع ومستوى المعيشة بيراعى فيها ساعدة ساعات العمل سواء كان للسيدات الحامل او الاطفال اللي هما في سنة الدراسة او اعلم التناشر سنة ممنوع استخدامهم اقتصادي ان بيهدف الى رفع اقتصاد الفرد داخل منظومة الزراعة العضوية ويرفع اقتصاد البلد عشان كده بيقول عليه نظام بيئي اجتماعي اقتصادي ده تعريف مبسط للزراعة العضوية طيب الزراعة العضوية في مصر موقف ايه او المساحات اللي فعلا بتزرع زراعة عضوية احنا بنطبق زراعة عضوية في مصر منذ حوالي 7000 سنة بس احنا كان ينقصنا ان هو الضار قانون للزراعة العضوية احنا طبقنا الزراعة العضوية في مصر من سنة 91 بصدور قانون الاوروبي اللي هو كان اسمه EC 1991 اللي هو عليه 2091 القانون ده صدق سنة 91 وحصل له ربيل يعني تغيير شامل في 2007 بصدور قانون الجديد للزراعة العضوية طبع اتحاد الاوروبي اللي هو EC 834 سنة 2007 فاحنا بنطبق القانون دوت القانون ده بيرفق معاه معايير المعايير بتاعته لها قانون خاص به اسمه EC 889 سنة 2008 فقانون الزراعة العضوية ومعايير دول احنا بنطبقهم هنا ايه في مصر من خلال كان فيه في مصر هنا مركزين تفتيش ام خاصين بتفتيش على مزاع الشركات العضوي وكان فيه ملكز تفتيش خارجية اجنبية داخل ايه مصر لها ايه توكيلات فاحنا في مصر عندنا 970 وحدة انتاجية خاصة بالايه بالمزرعة 970 وحدة انتاجية اللي هي مزرعة باجمالي 28000 هكتار ده وفقا الاخر احصائية للفيبل او اي فوام في مصر اه في 2018 احنا المساحات عندنا بالفدان مش بالهكتار الهكتار 10,000 متر مربع من الفدان اه منعرف بس علشان نوضح لو احنا هنحسابها بالفدان هنضرب المساحة دا فيه 2300 ممية هيجبني الاجمال يعني حوالي 60 ألف فدان اه وعندنا 200 يعني عندنا في حدود 60 ألف فدان بزراع زراع عضوية في جميع الاحاق مصر اه سواء كان زراعات اه محاصيل المتطبية وعطرية محاصيل خدر محاصيل فاكة عندنا جميع انواع المحاصيل تقريبا بتنتج عدو داخل ايه مصر عندنا اه 247 شركة اللي هي مسؤولة عن الاعداد وتجهيز وتصنيع المنتج العضوي وتصديره خارج مصر يعني ما ينفعش مزرعة تصدر لازم ليصدر يكون شركة لان دي معاها سجير وتجاري وبطاقة تصدير تصدر بها خارج مصر سواء للدور الاتحاد الأوروبي او غير الاتحاد الأوروبي احنا نعتبر غير الاتحاد الأوروبي ده بقى اسيا امريكا اي دولة غير الاتحاد الأوروبي بنقوله عليها طيب المساحات او المحاصيل التي تصدرها للخارج وهي فعلا زراعة عضوية تقريبا جميع المحاصيل لنباتات الطبية والعطرية عندنا مثلا دي طبا يعني موجودة في القاطنة في السعيد حتى كله انا اعرف بالنسبة لنباتات الطبية والعطرية طبعا ممنوع استخدام الموبيدات هو في الزراعة العضوية عموما لكن بالنسبة للاسمي ده زراعة عضوية ممنوعة استخدام اي مودات كيميائية مع عدة موبيدات اتنين بس هم اسموح بهم في زراعة العضوية ان الدول اصلا من اصلا طبيعي اللي هم مركبات النحاس والكابلية الميكروني مركبات النحاس والقانون محدده بيقولك لا تزيد الكمية المسخدمة خلال السنة ستة كيلو للهكتار يعني ممنوع استخدام اكتر من كده ويستخدم بغرض مقاومة مرض البياض الزغبي فقط لا غيره اما الكابلية الميكروني بيديك مستخدامه لحشوات الكشرية البياضة الديئية والاكروس فميديك لتات حاجات تصندهم فيها فهم كمية المودات الكيميائية ممنوعة مع عدة الموبيدين دول لانهم من قصة طبيعي والاسميدة نفس الشيء الاسميدة جميع الاسميدة الكميائية ممنوعة مش يقول ممنوع وبسكت لا القانون لازم يعمل بدايل طبعا فعمل بدايل انت ايه اهم عنصرين في الاسميدة مفيد لتغذية اي محصول النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والبوتاسيوم ده بيوفره في ايه بقى عندك حركة الكمبوست الكمبوست المديك بيتحلله تلاقي في مصدر النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم الكمبوست ده عبارة عن ايه مخالفات نباتية بس او مخالفات حيوانية فقط او لتنم مع بعض وده افضل انواع الكمبوست اللي هو خريط من الخريطات النباتية والحيوانية ده بيبغاني بالنتروجين والفوسفور والبوتاسيوم وكل ما كانت نثبته أعلى من 1% كل ما ده بيزود من الكيمة الغذائية للمحصول لأن فيه ناس كتير قوي جداً ظلمة الزراعة العضوية تقول لك الزراعة العضوية اللي انتاج فيها قليل مقارنة بالزراعة التقليدية لا انتاج فيها مش قليل هي المشكلة كلها أن فيه مهندس تغذية بيافهم كويس جداً فبيوفر احتكات الغذائية للمحصول صح نتجة من الوكمبوس فلازم يحلل الوكمبوس لأن الوكمبوس بتختلف نسبة مكوناته نتيجة اختلاف نسبة المتخيلات الداخلة فيه وانت بتحط مختلفات نماتية وحوانية من المصادر المختلفة فأكيد هيختلف تركيز النيتروجين والفصفور متسوم فيه فطبعاً انت بتحلله وتشوف هاي دي النسبة تكفي بيحتكات الغذائية للمحصول ولا لا فبتختلف كمياتها حسب مراحل نمو النبات يعني طبعاً ولو هي مش هتكفي احتكات الغذائية للمحصول بعوضها ببدائل تانية بحط معاها بعمل حاجة اسمها الكمبوس الموجه بحط خاملات طبيعية طبعاً خامل فصفور وخامل متسوم وخامل دولمايت ده كله بيبغاني بالعناصر الغذائية اللي انا عايزها بحطها في الكمبوس بحيث ان انا برفع من الكيمة الغذائية للكمبوس فيه حاجات تانية بنضيفها اللي هي مخصبات الحيوية مخصبات الحيوية عبارة عن مايكرو ارجانيزم ده بيسر العنصر بيخليه من صورة غير قابلة للانتصاص في التربة الى صورة قابلة للانتصاص للنبات وبالتالي يقدر يستفاد منها في الزراعة الوضوية جميع انواع الكمبوس بتتحط قبل الزراعة مع الخدمة عشان بتدوب ببطء وبالتالي بيقدر يستفيد بها عشان نباتي يستفيد منها بيها طول فاطرة النبور تمام تمام طيب خلينا نتكلم بالتفصيل ياكتور محمد عن اللايحة التنفيذية للكمبوس لان دي مهم الحقيقة وكانت كل الناس منتظرها سواء كان اللي بينتجوا زراعات عضوية او الشركات اللي شغالة في مجال المكافحة الحيوية ده مهم قوي نتكلم بالتفصيل عن اهم بنود اللايحة التنفيذية حراك بس قبل ما اتكلم على اللايحة التنفيذية لازم اشير الى قانون الزراعة العضوية احنا طبعا في مصر ما كانش فيها قانون الزراعة عضوية اذا ما قلت قبل كده احنا كنا نطبق قانون الاتحاد الاوروبي طبعا لحد ما اتحاد الاوروبي بنفسه صدر في اللايحة التنفيذية بتاعتهم قال لك ممنوع اي دولة تصدر اي منتج عدوي خارج بلاد في عشرين وواحد وعشرين الا لما يكون عندها قانون لزراعة العضوية وتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي فطبعا يعني بعد توجهات فخامة الرئيس سدع فتاح السيسي والمعمل المركزي في الإدارة العامة لزراعة الأدوية هي دي المنوطة بصدور القانون واللائحة التنفيذية الخاصة بالزراعة الأدوية القانون واللائحة التنفيذية بدأ يشتغل فيها من أصغر باحث لأكبر أستاذ الدكتور مع ذكر المرحوم وده رائد الزراعة الأدوية في مصر دكتور تنفيذ حافظ هو من بدأ في تشكيل المعمل المركزي لزراعة الأدوية وبدأ في القانون الزراعة الأدوية القانون واخد فترات من 2003 لحد ما أصدر بقرار من رئيسة الجمهورية في 23 فبراير ساعة 2020 فده دي بداية الخطوة اللي احنا هنقدم من خلال القانون نعمل اللائحة التنفيذية بدأنا اشتغلنا في اللائحة التنفيذية من أول صدور القانون لحد مصدر اللائحة التنفيذية من سيد وزير الزراعة سيد سيد القصير صدر اللائحة التنفيذية في 6 إبريل ساعة 2021 وأمر بنشرها في الجرائط الرسمية وبدأت صدرت في الجرائط الرسمية في 26 أغسطس 2021 تمام أي هي بقى اللائحة التنفيذية نحن نوضح للمشاهدين اللائحة التنفيذية المنسب بها كيفية تنفيذ القانون لائحة التنفيذية عبرة عن إيه هي عبرة عن المعايير اللي هي بتحكم تنفيذ قانون الزراعة العضوية تمام وتنفيذ معايير بتاعكم إنتاج الإنتاج العضوي إيه هو الإنتاج العضوي إما أن يكون إنتاج نبادي أو إنتاج حيواني أو إنتاج سمكي أو داجيني الحيواني شامل كل أنواع الداجيني والصروات الحيوانية سواء بكر أو جاموس أو أرنام أو معز أو قبل جميع أنواع إنتاج الحيواني عشان القانون أصلاً واللايحة بتحكم أن الزراعة العضوية أي مزراعة عضوية الفدان لازم يكون بيتوفر له على أقل 2 راس كبيرة ليه؟ لأنه بيقول لك عشان يمد التربة من 170 كيلو نتروجين دول كافيين احتجاتي الغذائية للمحاصيل عشان تنتك اللي هو السماد البلدي هو السماد البلدي فاللايحة التنفيذي إذا ما قلت حديثك أن هي معايير بتحكم الإنتاج العضوي بيكون فيها جميع التعريف الخاصة بالزراعات العضوية المصلاحات الزراعة العضوية كلها بيكون فيها إجراءات التسجيل إجراءات التسجيل هنتكلم فيها عن تحت حاجات وهنقولها بتفصيد محاكل إن شاء الله تمام اللي هي جهة الرقابة والوحدات الإنتاجية يبقى جراءات التسجيل وجراءات تكديد التسجيل أنت وما عادة تسجيل بالجدد أنت ده بنسبة للمزرعة الوحدة الإنتاجية عموما الوحدة الإنتاجية لإما تكون مزرعة أو شركة إنتاجية فالوحدة الإنتاجية تشمل الات happening لإما مزرعة عضوي أو شركة إنتاجية شركة انتاجية ممكن تكون شركة تجهيز شركة تصنيع شركة تعبئة وتغليف ففيه عندنا كذا ايه فريع من ال市ركات اللي هي المنتجة لزراعات العضوية فالقانون بتحكم الانتاج العضوي بتعمل اجراءات التسجيل بتعمل اجراءات الرقابة وبتعمل اجراءات استخدام الشعار العضوي او اللوجو بتاع المنتج العضوي بتحكم اجراءات استخدامه بتاعكم في الآخر خالص ودي الأهم اللي هي لائحة جزئات العقوبات وفي حالة وجود جيش أو في حالة حد بيحيد عن القانون الزراعة العدوية فاللائحة بتشمل جميع هذه البلود طيب خلينا نتكلم في البداية عن المزرعة ما هي الشروط الواجب توفرها في المزرعة اللي هي هتنتج معصيل أو نباتات عدوية تمام المزرعة عشان تسجل من طب مزرعة عدوية لازم تكون بعيدة عن وسائل التلوث المصانع وسائل الموصلات تكون بعيدة عن الجار بتقولش لازقه في الجار ما مشارطا احنا بنقول لإما تعمل صور لإما صور ده لإما صور توبي صور سياج نباتي تعمل بوردر لاين تعمل تزرع كم خط محاصيل غير مستعدفة بحيث لا فيه تلوث جاي من الجار ما يخشش داخل المزرعة فيه أريا معينة ويفضل إن هي تكون من حوالي من عشرة لعشرين متر بحيث لو فيه أي رش ما يجيش ناحية المزرعة المزرعة بنشوف فيها الطربة تكون خلية من المدايات والغصر الساكيلة الميا نفس الكلام مصدر الطربة ومصدر المياه لازم يكون مصدر جاي ما فيهش فيهم أي تلوث المزرعة لازم فيها حاجة اسمها عشان تسجل فترات تحول فيه عندنا 3 أنواع مفترات التحول وفيه حاجة رابعة ولك عليها برضو أول حاجة الأرض البكر الأرض البكر اللي هي لم يسبق زراعاتها قبل كده اللي هي الأرض الصفرة الأراضي الجديدة عموما يعني القانون والليحة بيقول فيها أن المزرعة بتخش فيها مرحلة تحول لإنتاج العدوي تاخد سنة طب ليه ما قالش على طول عشان نحن بهدف إسراء الطربة بالمادة العدوية نحط لها كومبوست ونحط لها الأسمادة العدوية بحيث نعمل إسراء للطربة بالمادة العدوية عشان بدأسل تزرع محاصين يتيجي الإنتاجات اللي أنت عايزها بالزرعة المزرعة اللي هي منزرعة قبل كده في محاصيل حقلية أو مسلمية تقفط التحول سنتين لإنتاج العدوية أي شجر فاكهة بيبطلها السنوات لإنتاج تحول سنتين مزرعش لا يعني لو أنا مزرع حدها بتزرع عادي وبتطبق المعيير المعيير بتاعت الزراعة العدوية في الأسمدة والمكافحة والتقاوي والشتلات وكل حاجة بس المنتج بتاعك ما يتبعش كمنتج عدو مية في المية إلا بعد سنتين إلا بعد سنتين يكون الطربة نضفت والمية ما فيش فيها أي مصاد التلوث بحيث ندي طبقه إيه مزرعة إيه عدوية وخلال السنتين دول بيبقى فيه رقابة من نقوة أو من جهات التفتيش جهات التفتيش بتنزل في المزرعة مرتين في السنة لإن إحنا بنزرع مرتين في السنة في موسم الشتوي هتنزل مرتين في السنة عشان بترائب حركة الزراعة العدوية وإن هو بيطبق المعايير ولا لا أهم حاجة بقى في الزراعة العدوية في المزرعة العدوية نفسها إنه هو يكون بيستخدم التقاوي غير مهندسة ورصية ويتكون الشتلات والتقاوي ناتجة من مصدر عدوي الحاجة الثالثة يكون التقاوي والشتلات غير معاملة بأي موضات كيميائية ففي حد يقولي طب ممكن في الطربة فيه أعفان جزور تجيب لي موت للبودرات أو أعفان جزور فأحميها الزام في حاجة اسمها مركبات الحيوية ودي أساس الزراعة العدوية إن أنا بعامل بمركب حيوي بيحميني من الإصابة بأعفان الجزور وموت البودرات دي في المرحلة الأولى يبا كده قادي قلنا التقاوي الحاجة الثانية التسميت التسميت زي ما قلت حددك ما فيش أسمادة كيميائية بباوية كلها عبرها عن أسمادة عضوية أو مخصبات حيوية أو صخور طبيعية والأسمادة الحيوية تكون برضو non GMO غير مهندسة ورصية الحاجة الثالثة هي بتستخدم جميع مركبات المكافحة الحيوي تكون كلها مركبات كلها مكافحة حيوي ما فيش مكافحة كيميائية ما عادة زي ما قلت حضرتك في الأول خالص اللي هي مركبات النحاس ومركبات الكافريت اللي دي منتجة من أصل إيه عضوية يبا المزرعة كده قلنا فيها الشروط الخاصة بالتسجيل من ناحية التربة من ناحية المية من ناحية التقاوي من ناحية التسميت من ناحية المكافحة المزرعة برضو ممنوع أن انت تحرق فيها أي مخلفات كله بيعاد استخدام تدويره مرة أخرى بنعملها في قومة الإيه الكمبوست أثناء الحصات والإنتاج والإنتاج العضوي ممنوع استخدم أي عبوات مخلفة للليحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية فدي كده تعتبر كلها يعني حتى العبوات لها مواصفات معينة أيوة ما تكونش منتجة من مركبات كيميائية تكون من مصدر طبيعي ما تكونش ملوثة بأي مصدر من مصادر اللي بتسبب زي موديات أسماء الكيميائية ده بيسهل سواء لجاعة الرقابة أو السلطات المسؤولة عن الزراعة العضوية في مصر إن هي تقدر إن هي بترائب المزرعة عادية تعمل لها زيارة غير معلنة بتنزل من وراء الجاعة الرقابة بصورة مفاجأة بحيث تشوف بيطبق فعلا الليحة التنفيذية ولا لا وبتاخدوا عينات من المحاصلة والله في حالة الشك أو في حالة الشك يعني بفوض ناخد عينات وبناخد إجمالي 10% عينات خلال السنة من إجمالي المزانة المسجلة عضوية طيب يعني معلش يعني سؤال برضو يعني خطر على بالي حاكم الشايف إن هذه الشروط يعني صعبة جدا ولا فيه إمكانية فعلا إن أنا نفذها كراجل صاحب مزرعة وعاوز أعمل فعلا زراعة عضوية حريدك اللي يبص للي هو الإنتاج الغذاء الصحي الآمن ويبص للربح والعائد الاقتصادي دي شوط مصصعبة ولا حاجة يعني أنا بقولك إن أنت حتطبق يعني بدل الأسماء ده كيف هو هي حتطبق أسماء ده عضوية بدل ما تجيب تقاوي مهندسة ورسية لا تقاوي مش مهندسة ورسية تقاوي من مصر وغالبا إحنا ما عندناش في مصر تقاوي مهندسة ورسية يعني الحمد لله في جميع المحاصيل حتى والخضر والفكة وطبعا إحنا اللي بننتج تقاوي المحاصيل فهي ما قد يمتلك تقاوي من مصدر عضوي طفي بعض الشركات اللي هي بتنتج بطاطس بعدين ما فيش هي تقاوي من مصدر عضوي إن هي بتجيب بطاطس من بره من أمانيا أو من إنجلترا طبعا وطبق أجيل واحد ما فيهش حتى ملاقي أكسار حتى داخل البناء فدي بقى إحنا بنتغضع عنها بإيه؟ إن إحنا بنجابها بنتزرع في العروة الصيفي ولمدة شهر ونص أو شهرين وبعد كده بتحصد وتعاني في التلاجات بتيجي في بداية الشتاء بتتبقى إيه بتزرع بقى في الإيه في الأرض وبعد كده هي بقى من مصدر عضوي تمام خلينا أنتقل للمقطة التانية الشركات اللي هتشتغل في التصنيع في تصنيع المحاصيل أو المواد العضوية دي برضو هتفتشوا عليها إزاي؟ أو إيه الشروط اللي أنتوا عاوزينها تكون مطابقة في هذي الشركات؟ بس عاد حدك أوضع حاجة قبل ما أقول الشركات شروط الشركات إن إحنا فيه في مصر جهتين للرقابة أول جهة اللي هي السلطة الرقابية العالية إيه السلطة الرقابية العالية؟ متمثلة في مصر في إدارتين الإدارة العامة لزراعة العضوية وديه في معامل المركزي لزراعة العضوية بمركز البحوث وديه منوطة بالإشراف على الإنتاج العضوي اللي هو إيه الإنتاج العضوي؟ الإنتاج العضوي سواء أن أنت داخل المزرع المزرع العضوية العضوية نفسية اللي هي خاصة اللي بتنتج المحصول لازم تسجل في الإدارة العامة لزراعة العضوية بالإضافة اللي هي بتسجل في جهة الرقابة وإيه تاني؟ يعني عندنا أول حاجة المزرع عندنا جميع الشركات الأسمدة وشركات اللي بتنتج مركبات حيوية دي برضو تسجل في المعمل المركزي لزراعة العضوية في إدارة العامة لزراعة العضوية برضو دي لازم تسجل فيها يبقى كده عندنا أول جهة سلطة تنفيذية وعالية دارة عام زرارة وهي السلطة التانية الهيئة القوامية سنمات grilled أول من المنطقة يطلع من المزرعة ويحصل له تعبئة أو يحصل له تصنيع دي مسؤولة الهيئة القوامية سنمات влад فادي مشرفة عالية يبقى كده عندنا الجهدين طولوا هم الجهات المسؤولة طب إيه هي الجهة الرقبية؟ الجهة الرقبية عندنا اللي هي مراكز التفتيش والاعتماد ايه مراكز التفتيش والاعتماد اللي هي لازم تكون حصلة على الايزو 17065 ودي الجهات الرقبية ديت بتبقى فيه في مصر منها فيه مراكز ام وفيه وكيلات اجنبية خارجية واخدين منها هنا في مصر توكيلات وفروع هنا ايه في مصر لا كيام في مصر لان بعد كده اي مركز تفتيش خارج مصر ملهوش كيام في مصر مش هينفع ان هو يمارس الرقابة على المنتجات العضوية في مصر مش هينفع ان هو يسجل مزالع على شركات العضوية في مصر لازم يكون ليه كيان هنا في مصر ليه سجل تجاري وليه كيان وليه توكيل ويجيب العقد بتاعه مع الجهة الاجنبية في مصر وبيجي يسجل في المعمل ادارة العامة زراعة العضوية في معمل مركز زراعة عضوية ادارة العامة زراعة العضوية بتسجل براكز التفتيش ديت لازم يروح الاول لإدارة العامة في بعض الحاجات والشروط هبقى لحركة عليها لما بتيجي وقتها آآ ان هو لازم الجهة دي بتنفس الشروط دي عشان تسجل وتاخد ركب تسجيلي آآ من خلاله بتخطه على آآ طرق هنتكلم الفاندي مع الشروط ايه هي الشروط دي برضو علشان نوضحها لنزل طيب هنتكلم على الاول الجهة الجهة الرقبية هي مركز التفتيش مركز التفتيش عشان يسجل الاول عندنا في الإدارة العامة زراء الله وضعية هو بيسجل في جهتين إدارة العامة زراء الله وضعية وبسجل في هيئة كومية السلامية الغزاء في إدارة العامة زراء الله وضعية عشان المزارع اللي جواه اللي هي مسجلة عنده بتسجل برضو في إدارة العامة زراء الله وضعية وعشان الشركات اللي عنده في الهيئة كومية السلامية الغزاء فلازم اللي هي الشركات التصنيع والإنتاج فلازم ان هو يسجل في هيئة كومية السلامية الغزاء فالشروط اللي في دارة عامة زرارة الوضوية بيجيب الأول حاجة لازم يكون لو هو مش أم مركز تفتيش أم مصري لو هو توكير أجنبي لازم يجيب الأول العقد بينه وبين اللي هو الشركة الأجنبية اللي هي وغدا الاعتماد اللي هو مركز التفتيش الأجنبي بيجيب العقد بتاعه بيجيب السجل التجاري بتاعه وبطاقة ضربية اللي هي موجودة هنا في مصر كان بتاعه في مصر لازم يكون الاصطف اللي عنده اللي هم شغالين سواء في التفتيش أو إصدار الشهادات في الجهة الرقبية لازم يكون مؤهل أنه هو يشتغل في مركز التفتيش يعني إيه مؤهل؟ لازم يكون على الأقل مع باكريوز زراعة عشان ويكون معاه خبرة في الزراعة الوضوية وأنه هو دارس القانون الزراعة الوضوية واخد فيه دورة للزراعة الوضوية والله حتى تفزيز بتاعته عشان لازم يكون شخص مؤهل يبقى زي مؤهل التحريك لازم يكون فيه يقدم سيرة ذاتية أو سيفي لموظفين اللي عنده في المركز التفتيش جود بيتعهد برضو أنه هو أي مزرعة عنده أو الشركة منتجة عنده بيوافي لدارة العامة الزراعة الوضوية بكل المزارة أو الشركات اللي عنده أي منتج تصدر خارج مصر لازم بيوافي برضو لدارة العامة الزراعة الوضوية المنتج اللي خرج برا مصر منتج نوعه ايه وخرج في سورة ايه وكمية ادي ايه بالزبط عشان لازم لدارة العامة هي المسؤولة عن تجميع التدبيز في مصر عن جميع المساحات المنظرة عضوي عن جميع الشركات اللي بتصدر عضوي عن جميع المحاصيل المصدرة برا عضوي وهي الكميات المصدرة قدي ايه برضو مسؤولة عن التدبيز عن التوفير البنك القومي للتقاوي الشاتلات في مصر اللي هي العضوية اللي تقدر ان انت تستعين بيها انت عايز ما تقاوي عضوية ومش تلاقي بتلجأ لدارة العامة الزراعة عضوية بتوافيك تقولك تجيبها من مين تمام فدي كل شهود خاصة بمركز التفتيش اللي هو بيسجل في الادارة العامة للزراعة العضوية بعد كده لو كل شهود منطبقة عليه وهو قدم كل المساندات اللي هي متوافقة مع قانون المصر لزراعة العضوية اللي هو قانون رقم 12 ساعة عشرين وعشرين والليحة التنفيذية بيبدأ ياخد رقم تسجيلي رقم التسجيل دوت احنا بنقوله لازم يتحط على جميع المساندات اللي خارجة من عنده هيدى شهادة 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 مزرعة آآ صانوية لازم يحط فيها رقم التسجيلي اللي هو بتاعه المسجل في الادارة العامة للزراعة العضوية تمام تمام للشركة لازم برضو يحط فيها الرقم التسجيلي آآ جميع المساندات اللي عنده لو انت بس احدانك بتسجل في آآ في المركز التفتيش بتديه مساندات ايه مساندات الدائية بتديه له؟ بتديه حاجة اسمها الابليكيشن اللي هو اللي بيملى به المزرعة بتاعته او الشركة بتاعته آآ مع العقد بتاعه برضو لازم يخط فيها الرقم التسجيلي دوتا في حالة اللي هو الرفض التسجيل التسجيل بندله تلاتين يوم للتظلم بحيس ان هو يصح ايه اوضاعه ده بالنسبة للي هو المراكز التفتيش بسجل في دارة عامة زراعة عضوية هنقولنا طيب احنا احنا حنبص بقى على الشركات حركة تسجيلتنا على الشركات اه طب هنستكم الحديث ونتكلم عن الشركات وبرضو انا دكتور محمد معلش انا كداخل هذا المجال وعاوز شجع الناس كلها والمزارعين انه هم يزرعوا زراعة عضوية لازم يكون فيه تسهيل وتيسير انا المواطن او المزارع هيجيلي مركز زراعة عضوية او الادارة العامة للزراعة عضوية ايه المطلوب منه يعمله ايه الاوراق المطلوبة وايه الرسوم المفروض يتفحها علشان المزرعة بتاعته تدخل ضمن الزراعة العضوية هنكلم بالتفصيل عن هذه النقاط لكن اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل فانتظروا